أن تقطع هذه الطريق دون أن تتعرض لحادث سير فهذا يعني أنك محظوظ لأنك على طريق يسميه أهل المنطقة طريق الموت لكثرة الحوادث المرورية طريق حمرين المقدادية في ديالة الذي شهد في الأونة الأخيرة مئات الحوادث وعشرات الضحايا صار أدنى يعني حوادث جديدة بطرق جديدة هو طريق حمرين خانقين حمرين جلولان مقدادية هذا الطريق جدا جدا مؤسف خلال هذه الأيام نسجل حوادث كلش كثيرة خلال هذا السبوء احنا خمس وفيات أدنى وأكثر من ثلاثين أصابة خلال هذا الطريق لأن هذا الطريق هو سايد واحد ومضمنها المركبات الكبيرة اللوريات والسيارات وطريق غير معبد هذه كلها تؤدي إلى الحوادث ورغم أهمية هذه الطريق وازدحامها إلا أنها تعاني إهمالا شديدا تسبب لها بتخسفات وحفر وسوء تنظيم مروري أكثر من المدرع يا حبيبي زين ننطي سيارات ننطي أولادنا ننطيهم السيارات حتى قمنا ننخاف على أولادنا ننطي ينطيهم سيارات لأنه شباب وياما شباب عدنا بسبب هذا الطريق ماتوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الماتوا وأن يصطر على الباقين لأن هذا الطريق صار طريق خطورة خطورة طريق الموت هذا الطريق مأساة حقيقية على أهالي عمرين والمغدادية وهو طريق حيوي رابط بين بغداد والمنطقة الشمالية بصورة عامة وفيه منافذ حدودية ومثل ما تفضل حضرتك تشوف تحركة السيق بدون توقف مأصاب ذعره وهلع لأهالي بحيث اللي يطلع من بيعتك أمم أمن يرجع على روحك وهي أكبر دليل هاي الحوادث اللي يصير يومية ما يقارب إلى أربع خمس حوادث المناشدات بإصلاح الطريق لم تجد استجابة حكومية رغم أن الحوادث عليها أصبحت يومية وعرف بها القاصي والداني حال هذه الطريق كغيرها من طرقات محافظات العراق التي تعاني إهمالا شديدا وانهيارا لبنيتها التحتية بينما يدفع المواطنون ثمن هذا الإهمال